من جانبه يكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا أن مضاعفات الفيروس أكبر بكثير من أي مضاعفات محتملة من اللقاح كما أن الحملة الوطنية مستمرة والتطعيمات متاحة وذكرنا أكثر من مرة بأن مضاعفات الفيروس يعني تعد أكبر بكثير من أي مضاعفات إذا كانت محتملة من اللقاح هناك كذلك المتعافين من فيروس الكورونا سبق وذكرنا بأن كذلك ننصح أن يخذون اللقاح فحبينا بس نفرق ما بين اللغة الكبيرة لحدث أخيراً الاختيار ما بين حصولنا أو الإصابة بالفيروس وبين اللقاح كذلك ذكرنا أكثر من مرة أن اللقاح هو قرار اختياري ولكنه يجب أن يكون كذلك قرار مسؤول ومملكة البحرين قامت بإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم وذلك لأخذ اللقاح ضد فيروس الكورونا وكان ضمن اللقاحات المحتمدة والمدروسة التي بيّنت مدى فعاليتها والمؤمونية كذلك نؤكد بأن الحملة الوطنية ما زالت مستمرة والتطعيمات متاحة ويجب تحديد مواعيد التطعيم حسب المخزون المتبقي لحين دفعات جديدة نقطة مهمة حبينا أن نوضحها بأن تطعيم الأشخاص ليس يكون سريعاً وليس وما بيكون بين ليلة وضحاها سيكون على مراحل وذلك لأسباب تقنية تتعلق بالإنتاج والتصدير والحفظ والتوزيع والاستخدام ولذلك هناك خطة وضعتها مملكة البحرين من أجل الحصول على هذه اللقاحات بطريقة صحيحة وسليمة وكذلك بفضل الوعي بأهمية أخذ التطعيم والمبادرة بذلك فالحمد لله احتلت مملكة البحرين المركز الثالث دولياً في نسبة الحاصلين على التطعيم من كل مئة فرد والتي بلقت نسبة حوالي 8.4% وهو إنجاز عالمي للمملكة ويعدر مصدر اعتزاز وفخر للجميع مما يأكد الجهود الوطنية المبذولة لتصدي كذلك أحب أن نجدد بضرورة أخذ الجرعة الثانية من بعد الجرعة الأولى لمضادة بيروس الكورونا وذلك لتفعيل الأجسام المضادة كذلك هناك لقط كبير حدث في الآون الأخيرة بأن جرعة واحدة تكون كافية وهذا كلام قير صحيح ترجمة نانسي قنقر